النهاردة هنتكلم عن في حشة عمل قوم نوت ناس الله السلامة والعافية ليه بنتكلم عنها في هذا التوقيت بالذات على وجه الخصوص منذ بضعة أسابيع أظن اللي متابع السوشيال ميديا والفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي أنه كان حديث العالم كله عن لاعب كان بيلعب في السنغال هو لاعب كرة قدم اسمه إدريسة وكلنا سمعنا عنه قصة قصته المعروفة أنه رفض هو لاعب مسلم بفضل الله تبارك وتعالى قدم دينه على دنياه وقليل ما هم في هذا الزمان أولي الأوي أولي الأوي جدا لتأي في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن فتن الشهوات والشبهات قل أن تجد من يقدم دينه على دنياه ومش أي دنيا يقدم دينه على الملايين على الأموال الطائلة يقدم دينه على دنياه دعية في مباراة في فرنسا وكانت هذه المباراة تشترط عليه أنه يدعم المثليين من يعملون عمل قوم نوت أو يلبس تيشيرت على حسب اختلاف الروايات إنه يلبس تيشيرت مثلا يدعم مسلين فرفض وقال هذا الأمر ينافي عقيدتي وينافي ديني وينافي الأوامر التي أتى بها إسلامي والتي أتى بها ديني طبعا الغرب كله قام عليه قامت الدنيا ولم تقعد كيف يفعل هذا وكيف يكون بهذا وكيف يتكلم بهذه الأمور أنت كده متخلف أنت راجع إيه أنت إرهابي إلى آخر التهمات التي وجهت إليه ولكن بفضل الله تبارك وتعالى العرب بفضل وقفوا بجانبي بفضل الله تبارك وتعالى أزهرنا الشريف الأزهر الشريف أصلا نحفظ جميع القائمين عليه أخرج بيانا يدعم فيه هذا اللاعب أصلا الله تبارك وتعالى أن يثبتوا للحق حتى الممات فعشان كده قلنا كان لزاما علينا ونحن رأينا أيضا قبل هذا الموقف منذ بيطة أشهر لاعب آخر مشهور برضو يعني وقف ضد هذه الفحشة وأعلن تبرؤه من هذه الفحشة عمل قوم لوط وصدع بالحق بفضل الله تبارك وتعالى فعوزين نقول احذروا هذه الفحشة لعن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واضح صريح صحيح فصيح مليح لعن الله من عمل عمل قوم لوط عشان كابن نقول ناس الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن